اشتركوا في القناة التعليمات المعروفة لديكم لتلاوة صحيحة اولا ان يكون لديك المصحف وتتبع من المصحف لتتعرف على الكلمات وعلى الحروف وعلى رموز المصحف ايضا ان تركز حال نطقي للكلمات تركز باذنك بسمعك فتستمع لكيفية النطق وكيفية خروج الحرف ايضا عند قراءتك وتطبيقك ان تقرأ بتأني فلا تستعجف التلاوة وليكن همك ماذا الاتقان وليس الانتهاء فقط من التلاوة ايضا تنتبه للعلامات التي درستها من علامات المصحف واحكام التجويد من تلك العلامات نتذكر هذه العلامة ما هي نعم هي علامة السكون وتدل على ماذا نعم تدل على ان الحرف مظهر والعلامة الاخرى هذه العلامة نعم الف صغيرة هذه تدل على مد الالف المحذوفة وهذه علامة ماذا نعم علامة المد سواء كانت على المد المتصل او المنفصل او اللازم تمد هذا المد سواء كانت على الف او واو او يا وانتم اخذتم ايضا هناك مدود اخرى لا يوجد فوق هذه العلامة ايضا تعطي ماذا الميمة المشددة والنونة المشددة تعطيه ماذا حقهما من الغنة نعم ثم ان ايضا تنتبه لهذه علامة الميمة الكاملة هنا علامة ماذا نعم الاقلاب تقلب ماذا تقلب هذه النون لميم وهذه التنوين الى ماذا الى ميم وايضا لابد ان تطبق احكام التفخيم والترقيق التي درسها سواء كانت للرآة او للام لفظ الجلالة ايضا هذه علامة ماذا علامة رأس الآية ونهايتها ماذا تفعل اذا قرأت وصلت لهذه العلامة تقف هنا وتأخذ نفس ثم تكمل ما بعدها ولا تصل آية بآية فينقطع بك النفس ايضا هذه العلامات التي اخذتها علامات ماذا نعم علامات الوقف صلاة قلاة ويجيم هذه العلامة تدل على ماذا على ان الوصلة او لا وهذه الوقف او لا نعم وهذه دليل على ماذا نعم جواز الوجهين ان تقف او تصل الان نأخذ كلمات من هذه السورة انتم اخذتم في مد اللازم الحرفي هذا الحكم لاحظوا كلمة الف تقرأها هكذا الف لا تقول اليف الف لاحظوا فوق هذه اللام والميم علامة مد دليل ان تمدها ست حركات فتقول هنا لام وهنا تقول ميم الان سأصلها اقرأها قراءة انتبه الي الف لاحظوا ميم نعيد قراءتها وانتبه الف لميم كررها واعدها حتى تتقن قراءتها ولا تستعجل في نطقها لاحظوا الآن هذه الالف الصغيرة ام يقولون احسنت ام يقولون افترا افترا را بعد الرا الف ام يقولون افترا ام يقولون افترا لاحظوا هنا الف ايضا كيف تقرأها اتاهم هنا همزة لا يوجد الف لا تقول ا منطقة همزة اتاهم بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير ما اتاهم من نذير اتاهم لاحظوا الآن نون ساكن بعد هواو وهنا تنوين وبعد هواو نفس الحكم نعم اضغام بغنة استمع لها نطقها من ولي ولا شفيع من ولي ولا شفيع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع لا تنطق النون فتقول من ولا تقول هنا ولي إنما لابد أن تضغمها مع الواو تضغم التنوين مع الواو كأنها حرف واحد من ولي ولا شفيع أفلا هنا اين تنتين تتا تتا هنا الواو إذا وقفت عندها ماذا المد نعم مد عارض للسكون أفلا تتذكرون اون أو تقول أفلا تتذكرون حركتين أو أربع أو ست كما درست لاحظوا إزاي ما عليها ضمة نعم كيف تنطقها العزيز ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز والرحيم لاحظ الغيب والشهادة العزيز صفة عالم عالم العزيز عالم العزيز العزيز أما هنا ماذا الغيب والشهادة سأعيد نطق الآية وانتبه ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز والرحيم العزيز نحظ الآن اللام ساكنة أم مفتوحة نعم مفتوحة خلقه خلق خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه خلقه لاحظ الله أن لدينا أحكام هنا أن نساكن بعد هسين وتنوين وبعد هميم أن نساكن بعد هميم وتنوين وبعد هميم هذا الحكم نعم إخفاء وهذه الأحكام إضغام بغنى من سلالة من ماء مهين استمع لي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين كررها وأعدها وقرأها بتأني الصفحة التي بعدها لاحظوا الآن الهمزة أين مكانها قبل الألف همزة ثم ألف ما الحكم اللي درست في المدود همزة جاء بعدها ألف في كلمة نعم مد بدل تمد هذه الألف حركتين آ آ آ لآتينا لآتينا عفوا ولو شئنا لآتينا أتي ما حدو التاء بعد الياء ساكنة لآتينا لآتينا ولو شئنا لآتينا ولو شئنا لآتينا 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 لاحظوا هذه الكلمة مثل لي في سورة الناس من الجنة الجي 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 مكسورة لا تقره الجنة الجي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الجنة أي الجن لاحظوا هذه العلامة هنا خروا سجدا وضع فوقها ماذا خط هذا السطر الخط هذا دليل على أن هنا سجود عند هذه الآية أمر بالسجود وإذا ذك الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا الأمر بالسجود أو صفتهم أنهم يسجدون متى تسجد إذا وجدت هذه العلامة عند هذه العلامة تسجد خروا سجدا وضع فوقها ماذا فوقها وليس تحتها فوقها هذا الخط خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إذا وصلت هنا عند هذه العلامة المحراب تسجد كالسجود العادي وتقول سبحان ربي الأعلى وتقول أيضا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين أسفل الصفحة لاحظوا الآن هذه العلامة الميم ألمت ماذا نعم الإقلاب فتحول التنوين إلى ميم جزاء بما جزاء أم 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 همزة ثم ميم أم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لاحظوا الألف هنا والهمزة ساكنة فمأ واهم النار فمأ واهم النار وأما الذين فسقوا فمأ واهم النار لاحظوا الآن الزال مشدد مكسورة تكذبون تكذبون الذي كنتم به تكذبون تكذبون خلق الصفحة لاحظوا الآن ومن أظلم ممن ذكر أحسنت ذكر ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ذكر الآن لاحظوا تنوين بعد هلام من حكم نعم إدغام بلا غنة أو بغير غنة وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى الدال مفتوحة بعد هلام هدى لبني هدى لبني بدون تنوين هدى لبني إسرائيل آخر السورة الجرزي الجر 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 أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجر الجر فنخرج به الجر الجر لاحظوا هذه الكلمة الهامزة مكسورة إي إيما نو النوى المضمومة إيمانهم 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 قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون إيمانهم الكلمة الأخيرة ينظرون ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون ينظرون الآن بعد أن أخذنا بعض الكلمات نقرأ جزءا من السورة نقرأ من الآية رقم 23 تبع وردد معي أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الآن بعدنا تدربنا على الكلمات وطبقناها أعد المقطع مرة أخرى وتدرب أيضا مرة أخرى حتى تتقن ثم استمع إلى قارئ متقن ثم طبق من غير استعجال وفقنا الله وإياك لكل خير والله أعلم صلى الله وسلم وبرك على نبيه محمد ترجمة نانسي قنقر